معي عبر الهاتف من بنغازي الليبية المحامي عصام التجوري المتابع لشؤون الليبية أهلا بك معنا سيد عصام ما المعلومات التي يمكن أن نعرفها من حضرتك سيد عصام إن كان كتعزيزات ليبية أم كوضع داخل درنا كيف هو خاصا بأنه نتحدث عن وجود القاعدة من 2011 نشاء الخير أولا ونتهي لك المتابعي الكرام ووضع مدينة درنا كتب عليها الله أن تكون في منطقة جبلية ذات طبيعة وعيرة من ناحية الجغرافية بالتالي دأبت الجماعات الأصولية أن تستخدم مدينة درنا التي محاطة بعديد من الجبال والأودية والكهوخ منذ ثمانيات القرن الماضي كملات آمن لعناصرها سواء للتدريب أو التهيل أو تخزين عتادها والانطلاق منه لتنفيذ ذات بعض العمليات ذات الطبيعة التي تهدد الأمن وسلم الدولة ليبيا تهديدا وحتى دول الجوار بل بالعكس كانت هناك هي نقطة الانطلاق من درنا إلى أفغانستان ومن ثم أصبحت نقطة اطلاق أيضا إلى حرب على العراق بعد ذلك تسناير العراق وأيضا أصبحت ملاد آمن بعد 2011 لهذه الجماعات الأصولية وانطلقت منها مجموعات أيضا من عموم ليبيا وشبا أفريكيا باتجاه صوب سوريا والعراق لمشاركة مع تلك التنظيمات هناك حصل تجمع أو تنافر للمصالح في فترة من الفتراتنا بينما يعرف تنظيم الدولة من حيث الخلافة وما يعرف تنظيم القاعدة وحصل نزاع مسلع عنيف داخل مدينة درنا إلى أن تمكنت تنظيم القاعدة من الصالوة والفوز بالمدينة وانقلب العدد كبير من من كانوا يبايعون تنظيم داعش إلى صفوف ما يعرف بالقاعدة أو أعادوا كما يسموا بالتوبة وتعبوا إلى بيعة وولاية أيمن الظواهري كخليفة لهم مدينة درنا مدينة صغيرة حقيقة السكان لا يحتملون هكذا عندما تختفف من هذه المجموعات الجرامية التي الآن جزء كبير من عناصر غير ليبية هم أيضا متواجدين نعم قد لا تلتمسينهم بالنظر القريب داخل أزقة شوارع مدينة صغيرة لكنهم موجودون على تخومها في الجبال والوديان المحيطة مدينة درنا ما نعلمه جيدا بأن طبيعة وتركيبة درنا كهوية سكانية هي ما راعته قوات المسلحة العربية الليبية الجيش الليبي بأنه حاول قدر الإمكان ولزال أن يحاول أن يحيد كثير من الشباب الذين يحاول إقناعهم الذين يزجوا بهم بعقولهم أو يتلعبوا بهم أفكارهم بشعارات الثورة والصوار لأن وحدات كثيرة من القوات المسلحة العربية الليبية هي وحدات تاركت في الثورة وإذن عناصر المدنية أخذت وتدربت وانضمت إلى الجيش الليبي كم عدد سكان درنا سيد عصام والقاعدة الموجودة هناك؟ نعم عودة صغيرة كم عدد سكان درنا سيد عصام؟ يعني أنا تقريباً هو زوش المئة ألف مسمحة تقريباً يعني لكن طبيعة مرة صغيرة يعني طبيعة حتى تخطيط العمراني متاحها صغير يعني متقارب جداً لبعضها يعني نعم شو الاحتمالات؟ ليش القائد الجيش حفتر قال بأنه فيه تعزيزات كبيرة طبعاً بس قال بأنه نسعى أو من الممكن أيضاً وجود حل سلمي صوت غير واضح أبداً نعم خلينا نجرب بس مرة سيد عصام تعليقك على مقاله فيما يتعلق بالحل السلمي حفتر؟ أولاً أتحدث عن الحلم السلمي يتعلق بالجماعات الشباب الذين انخرطوا الآن وفهموا حقيقةً وفكرة بأنهم يفهموا أن هناك معركة ما بين التطرفين وليش أن هناك معركة ما بين الصورة والصوار وغير الصورة تصور تيار الإسلام السياسي هذه الكذبة في مدينة البنغازي تاني يعطي لهم فترة تدابعونها الشأل ليبي نريد أن تيار الإخوة المسلمين الآن يبارك عمليات الجيش التي حصلت لها البغازي وتظيم الدولة وهذا سيؤثر كثيراً في الشباب الذين كانوا مغيبين على هذه المعلومات بسبب تشويس الإعلام الإخوة السياسي أنا أشكرك شكراً من بنغازي المحامة عصام تجوري المتابع لشؤون ليبيا شكراً شكراً